سلام عليكم طلب العزاء وصلنا إلى تمرين C الموجود صفحة 36 شن مطلوب من عندي؟ أنا عندي عموديين طلاب هذا العمودي الأول كاتب لفورمل يعني رسمي كلمات هذه رسمية هنا أنا لس فورمل أقل رسمية الرسمي يستخدم في الخطابات الرسمية والكتب وغيرها أما لس فورمل هو الرسائل بين الأصدقاء والحياة اليومية عندي خمس كلمات بالفورمل ويريدهن لس فورمل هنا جبتني لكم بالملزمة بشكل أسهل وعربي يعني حتى خوف تردون ثلون سكين أو فاتشي هنا عندي عموديين العمودي الأول فورمل العمودي الثاني لس فورمل أو غير رسمي تبهوا لطلاب هنا عندي مثلا كلمة أكورد بمعنى حدث أو يحدث حابند نفسها المعنى نفسه طلاب ولكن هنا رسمي وهنا أقل رسمي إنجرد بمعنى جرحة هرت بمعنى بالمعنى نفسه ولكن هذا باللون الأخضر أقل رسمي يتحرى يتحرى أيضا يتحرى ولكن شن فرق بناتهم هذا رسمي وهذا أقل رسمي بروبرتي ممتلكات أو أشياء هاي الأشياء اللي نملكها بالحالة غير رسمية نستخدم كلمة stuff طلاب هذا التمرين فريدي من النوع بالكتاب ولهذا السبب هو يجاي وزاري هو يجاي وزاري وممكن أيضا يعني يجيكم السنين القادمة لأنه أه هو جاي يعني أغلب السنين جاي خلا راويكم نموذج وزاري أنا عندي هنا آآ بالملف هاي الملزة ممس لما ترفون نهايتها وزاريات آآ بالأسئلة وزارية شلون جاي هذي هنا أنا عندنا هذا وزاريات عن مفردات واحدة الثانية طبعا نحن مفردات واحدة الثانية نتابعه للنقطة الرابع إنجرد هرت المطين المثالي قلي إنجرد صارت هرت هذي رسمية هذي أقل رسمية إنفستيقيت رسمية شيريد أقل رسمية شنكتب هنا لازم نكتب فايند آوت بعد جايتني اي نعم جايتني مثلا ديسبلي شو شصير بروبرتي هنا بالعكس جاي بها بروبرتي صير ستطف انجرد شنو هرت متل ما مكتوب أمامكم بعد عندي جاية اي نعم جايات هوايان كاتب هنانا نموذج وإلا هنا أغلبيتهم تقريبا جايات اللي هي أكرد وهابنت وغيرها فطلاب هذا التمرين مهم انتبهو له وإن شاء الله مني جي تعرفون تجاوبونا بالتوفيق إن شاء الله ونراكم في التمرين آخر إن شاء الله